أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى خلق الناس في هذه الحياة متفاوتين في أرزاقهم وأعمارهم وأحوالهم فنجد الفقير ونجد الغني وقضى الله سبحانه وتعالى أن الفقير له حق عند الغني وأن على الغني أن يساعد الفقير وأن يقف بجانبه وأن يرعاه وأن يكون في حاجته ورغب الشرع الشريف في ذلك فرض الله سبحانه وتعالى على الأغنياء زكاة المال الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ففي الحديث المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها إيتاء الزكاة وربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو يبين لنا فرضية الصلاة قرن ذلك بفرضية الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الزكاة لون ووسيلة من الوسائل التي يتحقق بها أمن وأمان المجتمع لأنك إذا نظرت إلى المجتمع ووجدت الغني يعطف على الفقير والغني يخرج زكاة ماله ويتصدق والفقير في كفاية من أمره لن تجد فسادا لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة وسن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الزكاة هذه سواء أكانت زكاة مال أو زكاة زروع أو غير ذلك حسب نوع الزكاة لا تجب على الإنسان إلا إذا توفرت شروطها ووجدت أسبابها هذه الزكاة حينما يخرجها الإنسان فإن هذا دليل على كرمه دليل على عدم بخله فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الكريم إن الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ويقول عز وجل في آية أخرى هَا أَنتُمْ هَأُولَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقْرَةِ إن الإنسان إذا بخل إثمه على نفسه إن غيره لا ينتفع ببخله بل إن إثم البخل يعود على الإنسان فكل نفس بما كسبت رهينة كما قال الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن في صبيحة كل يوم ملكان كل واحد منهما يدعو إما لصالح الإنسان أو عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في صبيحة كل يوم ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا أخلف عليه يا الله ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا إن الممسك الذي لا يتصدق والذي لا يخرج الزكاة يدعو عليه الملك اللهم أعطي ممسكا تلفا ثم يأتي الشرع الشريف ويبين للإنسان أنه متى أخرج الزكاة أو صدقة فليعلم تمام العلم أن هذا نماء للمال هذا أبدا ليس فيه إنقاص حتى وإن قل العدد فالعبرة أصلا ليست بالعدد وإنما العبرة بالبركة العبرة بالنفع الذي فيها فتجد أشخاصا كثير يمتلكون أموالا كثيرة لكن لا تجد فيها البركة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إن البركة أيها المشاهد الكريم تأتي بالكرم تأتي بالتصدق تأتي بإخراج الزكاة فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه ثلاثة أشياء يحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أهميتها وقدرها يقول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة الصدقة لا تنقص المال الصدقة تنمي المال وتزيد من بركته ونفعه وأثره في الدنيا وفي الآخرة ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر فيا أيها المشاهد الكريم احرص على إخراج الزكاة لمستحقها واعلم أن إخراجك للزكاة دليل على كرمك دليل على عدم بخلك دليل على التزامك بشرع الله سبحانه وتعالى كما أن إخراج الصدقة وإخراج الزكاة نماء للمال وزيادة بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يقبل صدقاتنا وزكاتنا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين